لغم الحاسسية المفرطة لمرحلة الطفولة الصغيرة والتي تعتبر مرحلة تكون شخصية الطفل إلا أن واقع مؤسسات الحظانة وتشريئة هذه الفئة يبقى بعيداً عن المغاير العلمية حيث يغيب عصر والتخصص والتكوين عن المربين وهو ما يجعل الأطفال رهينة أمزجة القائمين على هذه المؤسسات الروضة تحتاج إلى مربيات محترفات ولديهم تكوين متخصص وتكوين جيد يسمح به تحسين قدرات النفسية وتحسين قدرات العقلية وتحسين القدرات التربوية ووضع الحجر الأساسي في بداية حياة هذا الطفل التعلمية أو الاجتماعية ونظراً لعدم وجود تكوين أصبح هناك تكوين أخر وهو تجاري في ضرف ثلاث أيام إعداد مربية وهذا خطأ كبير يروحوا المربية يديروا دورها بعد التجار يدخلونهم فكرة باللي المربية هذي غدوا تولي مختصة ولا تولي قادر على العمل فبعد ذلك يصرى خلط على مستوى الروضات ولا الأكاديمية فيصرى جلبة كبيرة يعني ونشوفوا باللي هذا التكوين اللي داروه ما فاتش خلاص الطفل غياب برامج ومنهج خاصة بهذه الفئة والاعتماد على اجتهاد كل مؤسسة على خدى يخلق خلطاً معرفياً خطيراً لدى الطفل وقد يدمر صورة الآخر خلال أول احتكاك له بالغلم الخارجي حسب المختصين الاختيار العشوائي للبرامج المقدمة في رياض الأطفال كاستخدام الطريقة التقليدية الكلاسيكية في عرض الأنشطة وندرة الأنشطة الفعالة والمساعدة لنمو الأطفال واتباع نظام اليوم الدراسي وقلة أنشطة اللاعب يعني ضغط كبير في تقديم البرامج التعليمية يؤثر على الجانب المعرفي والسلوكي خاصة الصحة الجسدية والنفسية ومشاكل في النمو بالنسبة للطفل إقبال كبير للأولياء على طور الخضانة في السنوات الأخيرة يستدعى اليوم تنظيماً أكبر يرغي تكوين المنبين ويعتمد غلى برامج تقوي شخصية الطفل وتخفض صحته النفسية